اتهم أقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خلال وقفة احتجاجية في تل أبيب بإفشاله صفقة محتملة مع حماس من خلال التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله وحذرت عائلات المحتجزين الولايات المتحدة من أن نتنياهو يلعب على الجانبين بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان وتحت غطاء حرب التصعيد في الشمال كما دعت واشنطن إلى الضغط على نتنياهو لإنهاء الصراع مع حماس وإطلاق سراح الأسرة